سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي النهاردة أنه الله يعنى ويعطينا تغيير حقيقي في قلوبنا زي ما بيقول الكتاب كده يحول قلب الحجر إلى قلب الحجر لنعود لمعرفة قلبه ومحبته وغفرانه دي صلاتي ليكم اليوم حلقة النهاردة بعنوان لو كنتي اتحجبتي دلوقتي هتشوفوا صورة الحلقة يعني بالطبع انتوا هتشوفوا في الصورة دي الصورة الأشهر الآن في مجتمعاتنا للشابة ضحية جريمة قتل الباشعة نيرا أشرف القصة قبل ما نتكلم في القصة أولا حب أن أنا أعزي أسرتها وصلواتي إنو الله يشفي جروحكم ويصبركم على فرقها ويضفي رحمته عليكم جميعا كمان كل أصدقائها شاهدت كتير من الفيديوهات للأسرة الكبيرة وأسرتها الصغيرة في إذا كانت العيلة أو الأصدقاء الحقيقة حاجة تقطع القلب من يعني فجعتهم فيها بنت زي الورد جميلة ونجحة وعندها أمال وأحلام تقتل وتقتل أحلامها وأحلام أسرتها معاها بالشكل ده ربنا يعزيكم ويرفع عنكم الألم ده أيضا تعزياتنا وصلواتنا لعيلة إيمان من الأردن نفس القصة اتكررت بشكل آخر وحاجات متشابهة جدا وأمور مرعبة جدا أسرة إيمان في الأردن يعني في حالة ألم شديد الأب مش عارف إيه اللي حصل مش فاهم ده جامنين القاتل لحد مبارح ما كانوش قادرين يلقوه لكن النهاردة شفت خبر إنهم لقوا فأنا بعزيكم أنتم أيضا ربنا يعزي قلوبكم ويعطيكم صبر ويعطيكم رؤية للقادم إنه بلدكم كمان تغير اللي بتعيشوا النساء من ظلم وقتل ويعني جبروت على النساء في الأردن في مصر في العالم الإسلامي كله خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده الصورة اللي حتشوفوها دي هي صورة إيمان ونيرة مع بعض واحدة من مصر واحدة من الأردن واحدة محجبة والتانية لأ لكن اتنين كان ليهم مصير مشابه بالإنجليزي بيقولوا إيه ساعات لما الجرائم تتكرر بشكل معين يقولك مثلا ده حد قاتل سيريال كيلر يعني بيقتل قاتل محترف بيقرر الجريمة لكن في حاجة تانية حاجة اسمها copycat واحد بيشوف الجريمة ويقررها بنفس الصورة بإلهام من مجرم قبله أو ده اللي حصل لإيمان وده اللي بتتهدد به بنات كتير في العالم الإسلامي كله الآن لأن قاتل نيرة قتلها لأنها قالت له لأ فبقوا البنات دلوقتي عندنا في بلادنا بيتقتلوا أو بتهددوا بالقتل زي بنت مصر كده بيتقلهم كده كارثة مصدرها إيه جات منين حنتعامل معها إزاي ده دورنا بقى أن احنا نتكلم فهتعملوا إيه وانتوا على الأرض تغيروا واقع البنات دي إزاي ما ينفعش نعيش في خوف لكن واقعيا النهاردة البنات عايشين في خوف خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده دي أيضا صورة شهيرة لنيرا خلينا أقول لكم قصتها إيه نيرا اللي عرفنا عنها إنها بنت في سنة تالتة في جامعة المنصورة أعتقد كلية الأداب ونكحة ومتفوقة كانت حبة إنها تكون عارضة أزياء وكانت بتاخد صور علشان تتعود أو تتعلم أو تكمل في المشوار ده بعد تخرجها حصل إنه في شاب من الجامعة برضو حب إنه هو يتعرف عليها لكن هي رفضته راح تقدم لها مرتين تلاتة أهلها رفضوه وهي كمان رفضته راح تبلغت عنه في الإسم وقالت إنه هو بيهاجمها وبيمشي وراها ومصر بيهددها والكلام ده كله إذا كان على الفيسبوك طلعته من الفيسبوك إذا إنستجرام طلعته من الإنستجرام وكان فيه رسالة بينها وبينه بتقوله أنا حمل لك بلوك من التليفون لو ما بطلتش تكتبلي فما بطلش في عملتله بلوك برضو من التليفون فالبنت عملت كل اللي عليها وفي يوم من الأيام جات لها الرسالة دي إنه هو حيقتلها ومش هيخلي حد تاني مش ممكن تكون لحد تاني غيره أبدا وفي يوم الصبحية وهي رايحة لامتحان ضربها بالرصاص أنا أسفل ضربها بالسكينة وقتلها في الشارع قدام الناس والناس وقفة في حالة زهول بنت لسه في مقتبل العمر قصة إيمان بقى اللي كانت محجبة في الوقت ده قصة إيمان حاجة مشابهة الولد كان بيحاول يتعرف على إيمان إيمان قالت له أنا مش عايزة ارتبط بيك فقال لها طب إيه رأيك بقى أنا لو ما أنا حاجي وأتكلم معاكي لو ما قبلتيش أنك تتجاوزيني أنا حامل فيكي زي اللي اتعامل في البنت المصرية وراح الجامعة فعلا ودربها خمس رصاصات إيمان ماتت في ساعتها خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده أنا عمر بنتي ما شكت لي إنه واحد ذايقها واحد حاجة لها واحد جابها نهائيا تطلع من باب الكلية على سيارتي ووصلها أنا باب الكلية هذا بشكل يومي يعني وحرس الجامعة يوميا أنا بشاهدهم بشوفهم حتى بأن استغربت لما أنا روح أدق وديها ولا أجيبها بسألوني وين وين رايح يعني هذا السؤال اللي بطلق نفسه الله بطلق خليلات نارية بالجامعة وحدا ببلغ عنه وحدا بمسكه ليه أنا جبت الفيديو ده لإن الأب بيقول كان بيوصلها ويستنيها كل يوم يا هو يا الأخ يا حد بيوصلوها وياخدوها من قدام باب الكلية ليه إيمان ما قالتش لأهلها لإنه الموضوع يمكن ما كانش مهم يمكن ما كانتش تعتقد إنه يعني حيعمل كده ما صدقتش تهديده لكن واحد اتصل بها وحاول إنه هو يتقدم لها ويقالت له لأ أنا مش عايزك يا حرة هي حرة وأصرت على ده الناس بقى بصوا قصة نيرا وقصة إيمان وتكلموا كلام في منتهى السوق على البنتين لازم كانوا كذا لازم كانوا كذا وهوريكم بعض التعليقات المرعبة بعد شوية لكن الحاجة اللي كانت أكبر وأعرض هي إنه نيرا مش محجبة عشان كده ده حصل فيها طب ما هي إيمان محجبة وملتزمة وشكلها جميلة هو زي الأمر برضو حصل فيها كده المسألة مش غلط البنت المسألة إنه في مشكلة كبيرة داخل المجتمع اللي حصل الأسبوع ده نتيجة لمئات السنين من التعليم والبرمجة مش بس الكم سنة بتوع الصحوة والإخوان الناس عمالة تقف وتقول من وقت الصحوة ودخلوا الحجاب في مصر والسعودية تغيرت فغيرت مش عارف إيه ده مش حقيقي ده جزء من الأحداث اللي حصلت وغيرت فعلا لكن مش هو الأصل الأصل في التعليم الأصلي من أيام محمد إلى اليوم ما نرى اليوم من تنمر على النساء ومن تحجيم للنساء هو هو من أيام محمد إلى النهار ده مسألة إنه عمر يقول لمحمد حجب ستاتك قصد إحنا بنشوفهم فالناس اللي بيقفوا علشان يعكسوا الستات وما طلعين يدخلوا يعني يقضوا حاجتهم بيتنمروا على ستاتك وممكن يغتصبوا ستاتك وبيعرفوا ستاتك وكده ونساء المؤمنين فتنزل الآية بتغطية النساء وحجب النساء نختلف بقى على حجاب ولا مش حجاب دي بعدين نتكلم في الموضوع ده بعدين لكن النهار ده الواقع أنه يعني القاعدة اللي نشأت منها الأخلاق الإسلامية غيرت النهار ده أخلاق المجتمع الإسلامي كله عارفين لما يعني دايما لما يكون فيه حفترض أنه إنسان عنده حرارة شديدة فيه مرض في جسمه حمى فالحمى دي تعمل طفح على الجسم أو إحنا بنشوفه ده طفح أحياناً بيطلع كده لما يكون لحد عنده حمى أو مرض أو أي التهاب أو حاجة زي كده اللي إحنا شايفينه ده الطفح من التعليم الإسلامي وأصوله فيه تغيير في الأخلاق تغيير في الأخلاق المجتمع بصورة عامة ودايماً صورة الأخلاق اللي بتتردى دي في المجتمع مصحوبة بمسحة دينية وأيضاً تأتي بالضغط على المرأة وكسرها وإغلاق كل الأبواب عليها لما جات الصحوة ابتدوا بالستات ومحمد برضو ابتدى بالستات وبعدين يعني المرأة بقى يبتدي يبان عليها في السنين اللي فاتت دي لما جات الصحوة وكل الجماعات الإسلامية ابتدى يبان بقى تحول حال المرأة من اليسر إلى العسر من أيام محمد إلى اليوم من لما كانت خديجة من القيادات في مكة إلى أن أصبحت مجرد زوجة قاعدة في البيت وبقيت أمهات المسلمين تابعوا كل ده إحنا عندنا النهاردة أمرين همين نتناقش فيهم الحوادث زي ما عرضناها لكم وردود الأفعال وبعد كده نتكلم في خلاصة الموضوع اتكلمنا عن الحادث أو عن تفاصيل الحادث في موضوع نيره ولكن أنا حاب أقف شوية عند القاتل القاتل كان شاب فقير متفوق منطوي جيرانه الرجالة طبعا قالوا إنه شاب محترم اسمع بقى قالك ده شاب محترم محدش بيسمع صوته إلا لو كان بيدرب أمه وإخواته لازم أقف عندي دي يعني الشخص اللي كان بيتكلم ده أنا دورت على الفيديو ولاقيته لكن هو بس صوته اللي بسموع أنا كنت هو دور على الفيديو عشان شوف وشه وهو بيتكلم لكن كان فيه وش الرجل اللي قاعد بيسمعه وهو بيقول آه فعلا صح صح إحنا بس بنسمعه وبيضرب أمه وإخواته لكن أخلاقه حلوة خالص هكذا تردى المجتمع اللي يرى إنه من حق عائل الأسرة لأنه الولد ده هو عائل الأسرة هو الراجل يعني مع إنه أكيد أمه هي اللي بتشتغل وبتصرف عليه أكيد يعني لكن ده المفروض إنه هو الراجل بتاع البيت له إنه يضرب أمه وإخواته والمجتمع يقولك إحنا يعني بسمعش اللي كده راجل كويس قوي يعني الراجل اللي يمدي إيده على أمه على طول تعرف إنه لا عنده أخلاق ولا عنده دين ولا عنده مشاعر إنسانية سوية بل إنسان غير متزن بالمرة خالص اللي بيضرب أخواته في مجتمعاتنا نقول أصو حمش اللي اتنين غلط والاتنين يجب أن يدانوا ويتغير في مجتمعاتنا ده بس ده جاي من مجتمع بيقول إنه هو راجل كويس بس بيدرب أهو بقى بيقتل ده تعليق جيرانه الرجالة طبعا لا يعني يا ترى لو كانوا سألوا جيرانه الستات كنا سمعنا إيه والستات بتسمع ضرب الستات اللي جنبه كنا سمعنا إيه كانوا الستات دول شافوه إزاي؟ إنتوا عايزين تغلقوا كل أبواب الحياة على المرأة لإنها هي دايماً من تظهر مساوئ المجتمع والمشاكل الاجتماعية ومشاكلكم النفسية ميزان الأخلاق في المجتمع بقى مختل مختل في واحد شيخ أعتقد إنه مصطفى حسني أنا حخصص حلقة للفكرة دي بيقول كده علموهم الحلال والحرام مش الصح والغلط بيتكلم عن تربية الأولاد ما إحنا طبعا هنطلع نتكلم رب أولادكو صح بس البداية أول القصيدة كفر أنا مش تأكد أنا يعني لو سامحوني لو أنا قلت إنه مصطفى حسني ومش هو لكن أنا هعمل حلقة بالفيديو ده خاصة للموضوع ده إيه الفرق بين التربية على الحلال والحرام والصح والغلط علمني الحلال والحرام ما هو الحلال إنك تقتصب مراتك حلال بس أخلاقي ولا غير أخلاقي صح ولا غلط غلط وغير أخلاقي وغير إنساني وغير أدامي وممكن نعد نعدد 900 حاجة تحت الحلال والحرام 900 حاجة تحت الصح والغلط موازنكم الأخلاقية اختلت لأنه المصدر فيه اللي انتو بترتكزوا عليه الشرع الإسلامي وده اللبن المسموم الحادث ده أثار صدمة اجتماعية وإنسانية وردود أفعال كانت يعني متبينة تبين كبير جدا تعليقات الناس على الحادث نشوف كده السلايد الأولاني عشان أوريكم التعليقات بتاعت المجتمع والسؤال شوف السلايدة اللي بعد جدا السؤال أنا أسفأ أي فيديو اللي موجود أوكي نو نحط ده خلينا يعني نعدده ونحط السلايدة الخامس شكرا طيب بصوا التعليقات واحد الأولاني اللي فوق ده بيقوله غبي كان اغتصابها أحسن واحد بقى يعني ده قول عليه صايع مثلا انت عايز تقول ده لا لا ده صيع ده مش فهم ده مش عارف إيه أو واحد شكله وراه كعبة أو مش عارف إيه يقولك وعمله كوتس يعني بيقول حاجات كلمات مقصورة رحم الله فتاة سطرت نفسها بأرادتها قبل أن يسطرها الكفن رغما عنها اتهام للبنت وتعميم على إنه كل واحدة مش متحجبة تبقى مش مستورة عقول متعفنة شوف اللي بعده يقولك أنا أنا حزين على لبس البنت اللي هتقابل ربنا وهي كانت لبسها ده ربنا يرحمها فواحد بيقوله يعني انت مش حزين إنها ماتت بالطريقة دي قال له أكيد يا غالي حزين فواحد بقى تحت بيقوله إيه هي ماتت وهي بتعمل معصية يعني كانت ماشية بتشيل زنوب لبسها وزنوب أي حد بيبص لها بصها مش كويس وانت مالك وانت مالك بس عارفين هو ماله ليه علشان شيخ الأظهر نفسه قال إنه يا جماعة يعني لبس الحجاب يعني مش مشكلة لو ما لبستيش الحجاب دي مش من الكبائر لكن هي معصية فأنت عاصية انت سميتها معصية لإنها اختارت إنها تكون كما خلقها الله فلازم طبعا بقيت الناس يجروا وهقص لها معصية وماشي تشيل زنوب الناس هي معصية ليه لإنها تعثر الآخرين المفروض يعني ما هي هي نفس الفكرة كبيرة ولا صغيرة انتوا عندكم كبيرة ولا صغيرة شوف الصايدة اللي بعده الله يرحمها يلا يا حرية يلا يا حرية المرأة البنية الفتاة تتحجب عشان تعيش وتلبس واسع عشان ما تغريش بواحد بيقول اسمه سليمان بيقول يا فرحتي بتعليم البنات في الجامعة بتعلم البنات في الجامعة بنظام الاختلاط احنا بنعرض الجميع للخطر البنت دي راح تضحية شاب جاحد وقاسي القلب لكن في الآخر عايز يقولك إنها برضو هي ليها يد في الموضوع لإنها كانت مش محجبة وإنها كان عندها حالة اختلاط وده غير مقبول الاختلاط دلوقتي في القرن اللي احنا فيه ده يعني بيسير الفتن ويستفز زكورة المسلمين الرجالة يعني واحد بقى بيقول إيه هو أكيد في سبب وأكيد البنت دي غلطانة غلطة كبيرة بس مش مبرر إنه يقتلها وبرضو ده ما يمنعش إنه ياخد مؤبد ويتحاسب يعني بس هي أكيد عملت حاجة دائما إدانة المرأة البنت ما عملتش حاجة لكن عملت كل اللي عليها أنا عايز أقول لكم حاجة نيرا بلغت البوليس وراحت مع عائلتها كتير من البنات دخلوا على تويتر في الوقت ده وعلى كل المنصات التواصل الاجتماعي وقالوا إنه هم بلغوا في واحدة منهم راحت الاسم وبلغت عن واحد كان على طول بيلحقها وبيحاول إنه يبتزها وبيتدايع عليها حاجات كم بنت سمعنا إنه ده بيحصل له ملهاش وملهاش أي دليل أو الولد ما عندوش أي دليل فقالت إنها قعدت في الاسم وقالوا لها طبعا عودي استني لما يجي الظابط الظابط قال لها لا ما يجراش حاجة معلش لو عمل حاجة تاني بيقولي لي حاجة زي كده فراحت قالت لا طبعا عايز أدخل لرئيس الاسم فدخلت لرئيس الاسم فقال لها الأمور دي ما يعني مش هتجيب نتيجة وإحنا مش هنقدر نعمله حاجة وأعودي بره ما بقى شوف كده حد يتصرف في الموضوع فقعدت بره القوضة وسمعته هو بيقولي الظابط اللي معاه إنه هي أكيد هي اللي عاملة حاجة وأغريته دلوقتي مش عاجبها فعايزة تلبسه طول تعمل إيه البنات في منظومة تنظر للمرأة على إنها دايما في حالة خطأ ده اللي حصل لنيارة شوفوا بقى التويتر دي أنا عايز أقره لكم علشان دي يعني نزير الشقم والسوق ويعني زي نعيق البوم كده بيقولك بواحدة بقى بتقول فرصة بقى يستوضوا في المرأة يا بنات نصيحة مني ليكم بعد اللي حصل للبنت اللي ده بحى الشاب بالله قبل ما تنزلي من بيتك تأكدي الأول إن لبسك يرضي ربنا وإنك تكون يجهز عشان تقابليه والحوادث اللي بتحصل دي اتعزوا منها واللي في غافلة فوق بقى واللي بتسمع أغاني تبطلها واللي بتكلم شاب بتعمله بلوك واللي بتلبس داية تلبس واسع واللي بشعرها تتحجب واللي لبسة طرحة قصيرة تلبس خمار ساتر واللي مش بتصلي تنتظم في صلاتها الحقوا نفسكم نعيق يعني زي الغراب كده يعني عايزين يبشروا البنات أنتو نهاركم مش فايت البسي مش عارف إيه دي نغمة بقى موجودة بقى دلوقتي موجودة كل رجال الدين مسكوا النغمة دي ومشيين عليها علشان الرعب اللي البنات ماشيين فيه النهار طب أنا يعني أسأل حضرتك وكل القائلين بهذا المسيحيات يعملوا إيه اللي مش عايزة تتحجب يا أخي تعمل إيه عايزين بس البنات دول اللي هيسمعوا كلامكم تفتكروا هيسلموا ولا هيبقى واحدة منهم برضو مصيرها زي إيمان إيه؟ إيه الرعب ده؟ إيه الشقم ده؟ إيه ده؟ من إمتى؟ وإحنا بنعمل كده يعني وإحنا بنقول كده يا بنت عملي يا بنت عملي يا بنت عملي من الناحية التانية الوجه الآخر إنتي بتقولي إن الراجل ما يقدرش وإن الراجل ما عندهش أخلاق ولا عنده دين ولا عنده أي حاجة فيش أخلاق لو كانت البنت مرعوبة علشان فيه ولد هيقتلها ولا هيتبحها ولا هيعمل فيها ولا هيئذيها ولا هيبقى الصمعتها فلإن الولد ده ما عندهش أخلاق ومن هنا بقى يعني لفت نظري الإعلامي الوحيد اللي تكلم في الموضوع ده اللي هو الأستاذ محمود سعد الأستاذ محمود سعد بمنتهى الأدب عز أهل البنت وطبعا كان موضوع مبروك عاطية على أشده يعني ما تكلمش في الموضوع خالص لكن عز أهل البنت وقال لهم يا جماعة يعني أنا عايزة أسأل عن الولد هل أهل اللي ربوه ما كانش عندهم علامات هل التربية اللي ربوها لو أثرت على ده إيه اللي حصل للولد ده أصله إيه اللي حصل للولد ده وقعدي يكررها هل جرانه يعني اللي قالوا عنه أخلاقه كويسة والكلام ده يعني ما كانوش يعني شايفين إنه في عوارف أخلاقه لما كان بيدرب أمه وإخواته في أسئلة كتيرة على الولد ده الصح إن إحنا نركز على الولد اللي مش متربي اللي ما عندوش في القلب شيء يخليه يكون عايز يكون إنسان أفضل اللي دينه ما بيديهوش الأدوات اللي يتخليه إنسان أفضل أما يكون مصدر تعليمه في الجامع غطي البنت والبارفان بتاعها زي مثلا المحامي شاف اتحرش ببنت بطية في المترو وقال لك إيه أصلي البارفان بتاعها أغراني فيه إيه يعني فيه إيه إنتو يعني يعني عايشين مشاعركم على شوك مثلا حطوه على شوية تلج مش عارف أقول لكو إيه خليني أخد الأخ مناف من أسفل منين من اليمن يمكن من السويد عراق أعيش في السويد أهلا وسهلا أخ مناف تفضل مرحبا أهلا بيك تفضل أنا عندي مداخلة يمكن في الدقيقة شوية في عبارة أنا قريت على القرآن وقريت الأمور لكن مشتت إثباتات آية تحاديث نكر إثبات فأحد علاميين نشارها ما وذكر اسمه مداخلة وهي مقتبسة يعني بس أنا تبنيتها تفضل تقول المداخلة منذ 1400 عام عاشوا في البراري ناموا في المضارب أضاءوا لياليهم بشعال الزيت والحطب لم يعرفوا غير الرعي والسبي والغزوات تقاتلوا تحاربوا تناحروا تزاوجوا منذ 1400 عام تركوا لنا قصصا وسيرا ذاتية وحاديث ونصوص قالوا إنها مقدسة كما قال الذين من قبلهم وبعد 1400 عام يتوجب علينا أن نفكر كما كانوا يفكرون أن نلبس كما كانوا يلبسون أن نعيش كما كانوا يعيشون أن نتقاتل كما كانوا يتقاتلون أن نتزاوج كما كانوا يتزاوجون 1400 عام من التزوير والمطلوب أن نصدق ونحن نشهد التزوير في الحاضر 1400 عام من التمترس خلف شخصيات وحكايات لا نعرف شيء عن حقيقتها ويتوجب علينا أن لا نخرج من عباءاتهم أن نقتدي بهم أن نتعلم منهم أن ننتقم لهم 1400 عام ونحن نفسر ماذا قالوا لماذا قالوا وماذا كانوا يقصدون 1400 عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم ولم يتبقى لنا شم لتدمير أوطانهم ولم يتبقى لنا أوطان لسبيل نساءهم ولم تسبى إلا نساء المسلمين 1400 عام من صلواتهم الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين 1400 عام من الزكاة وعدد الجياع والمحرومين يزادوا كل يوم في بلاد المسلمين أيتها الأمة النائمة أنتما تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء وناموا على سطح القمر وشطروا الضر وجزة الثانية واخترعوا الثورة الرقمية أنتم لم تفلحوا إلا في ثورة العباء التناسلية وتتدرسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاة طب بص معلش أخي نايف خلينا نقف عند الحتة دي إنه واضح إنها طويلة لكن أنا يبقى تقريبا ثواني وتخلص بص أنا عايز أقول لك حاجة كل اللي أنت قلته دي في 1400 سنة كذا وكذا وكذا إحنا لا نجد ثمر لأن الإله الذي يتبعه هؤلاء هو الشيطان نفسه واللي بيحصل فيهم ده من أعمال الشيطان فيه آية في الكتاب المقدس في كورونسوس التانية في الإصحاح الرابع بتقول كده لأن بيقول كده إنه إنه إله هذا الظهر أعمى أذهانهم إله هذا الظهر هو الشيطان نفسه أعمى أذهانهم ودي الحقيقة من ساعة ما حصلت الحكاية دي أنا بقيت شايفة الآية دي يعني واضحة جدا قدامي الله يعطي نور يعطي حق يعطي سلام يعطي قداسة يعطي سلام مع الآخرين يعطي نمو يعطيك حياة وحياة أفضل لكن ما بني عليه الإسلام لا يمكن أن يقود إلا لهذا الدمار أنا بصلي أنه المكالمة دي تبقى بداية التواصل بيننا حقيقة أنا عندي كلام معين بسيط إن شاء الله ولو أخذ من وقتك أنا صحيح عشت في السويد أنا في السويد عايش أنا رأيت الإنسانية في السويد يعني قليل ما يعني قل ما رأيت دين لكن رأيت إنسانية رأيت أخلاق والأخلاق هي موجودة منذ وجود الإنسان وأعتقد ليس بالضرورة أن يكون الإنسان خلوق إذا كان غير متدين قد يكون خلوق بلا دين أنا في رأيي إن الإنسانية تعطي هذا الشيء أما الدين الإسلامي هو دين لا يمكن أن يحكم قبيلة في الصحراء يعني أنا فيها يعني لش ما تحامل على الدين الإسلامي لكن هذه خلاصة قراءات وخلاصة أمور معينة ردت أن أظهر بالشكل حسد بالدين الإسلامي لكن ما من منفذ لا ما فيش فايدة يعني طبعا أنت عارف أنا كنت مسلمة برضو بس أعايز أقول لك حاجة أنا موافقة معاك إن الأخلاق تقدر تخلينا ناس أفضل لكن الله عايز يعطينا شيء أعلى من الأخلاق هو السمو الروحي الوصول إلى إننا نكون أبناء الله نمثله نشبهه كما كان يقول يصنع خيرا نحن أيضا نقول نصنع خيرا مش نكون أعمياء القلب والفهم والروح زي كده مش ممكن حد يوصل لده من غير المسيح كلمة خيرة أولا أنا جدا متأثر ومتأسف على الفتاتين اللي قتلت في الجامعات في عمان وفي مصر وأرجون يحاكم كل من يبرر للقاتل من سواء رجال دين أو أي كان اللي برر ولاموا البنت إنها هي سبب إنه لبسها وعدم حجابها هو اللي سبب خلاها يقتلوا هذا بحد تدفاع عن قاتل مجرم يجب ورجال الدين اللي يبررون بهشكل هما مشاركين بالجريمة وشكرا لكم شكرا لك الرب باركك شكرا خليني أرجع بقى للفيديو أنا حكون عايزك تعيدلي الفيديو ده مرة تانية بس عايزة عمل علي مقدمة بسيطة الفيديو ده اللي هو الفيديو اللي اشتهر بقى المبروك عطية أنا في المقطع ده عايز أتكلم على الشيوخ كذا شيخ هتكلم على كذا شيخ في الحتة دي لكن مبروك عطية أنا حفصل للي قاله لأنه يعني الناس قايمة ومش قاعدة بتتكلم على المبروك عطية قاله وحيقدم للمحكمة وكلام رائع برافو أنا سعيدة جدا بدا لكن يجب أننا نقف عند ظاهرة مبروك عطية والشيوخ اللي أمثاله وقد إيه بيأثروا على المجتمع علشان هنشوف الكلام اللي بيقوله إذا كانت الناس موفق عليه ولا لأ خلينا نشوف الفيديو ده الله يرحمها وسائرة موتانة بما جوم المشايخ يتكلموا عن الحجاب سمعنا اللي بيقول حريا يا شخصاي سيب المهافهف على الخدود يطير والباسم حزق حيصطادك اللي ريقه بيجري ويقتلك يلا يا حرية يلا يا حرية المرأة البنية الفتاة تتحجب عشان تعيش وتلبس واسع عشان ما تغريش هل لبس المرأة ينفع يكون مصدر لحقها في الحياة يا جهلة يعني أنا في منتهى الغضب والأسى بصراحة بصراحة مبروك عطيه واسلوبه يعني احنا اتكلمنا عنه كتير وانا نفسي حذرت منه كتير لان اللي عملوا ده مش اول مرة يعني مش اول مرة وبس يعني الكلام ده حصل على بنت ماتت للأسف بكل الأسف لكن مبروك عطيه كم مرة قاعد مع ستات واجها لواجه وكلموا على التريفون واجها لواجه ويقولهم الست ستة معروفة عنه منهم ما بيبلغوا دي عقلية مبروك عطيه ولا عقلية الشيوخ كلهم بقت عقلية الرجال الذكور في هذا يعني تحت هذه المظلة الإسلامية يقول لها حرية شخصية اللي استهتار بحرية الإنسان ده مش من حقك انت عندك حرية وهي ما عندهاش حرية ليه لأن القرآن بيقول لهم انت قوامين وانت أقوى وانت أقدر وانت 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 الراجل 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 والستة طبعا ما عندهاش حرية ما هي فوقها أبوها واخوها وجوزها وخالها وعمها هتجيب حرية منين والمجتمع كل ده بقى والمجتمع والناس وبعدين التخويف اتحجبي عشان ما تموتيش اتحجبي لحسن يقتلوك الإرهاب إرهاب النفس وإرهاب الفكر ومش بس كده ده إرهاب للعائلات كلها يعني واحدة أم ما عندهاش غير بنته واحدة هتقولها لا لا يا بنتي تحجبي تحجبي هنعمل ايه تحجبي تلت تربع ستات مصر محجبات لأن لأن ايه قالوا لهم الأول حجابك عفتك حجابك مش عارف ايه حجابك يصونك حجابك كذا حجابك كذا لكن اللي كان بيخلي معظم البنات يتحجبوا في وقت من الأوقات وفاكرين انا عملت حلقة كاملة على الموضوع ده الجواز لو ما تحجبتش تبقى سمعتها مش كويسة تبقى مش هتتجوز جوازها كويسة قص فيه واحد معين عايز المحجبة الجاهز ده فبقى ايه لو كنت تحجبتي ما كانش حصلت كده عشان كده انا سميت بقى الحلقة لو كنت تحجبتي كم شيخ من شيوخ المسلمين بيقعد في الجوامع يقول الكلام ده على البنات والستات ويعلمكوا حجبوا بناتكوا حتشيلوا زنبهم مش عارف ايه خلينا نشوف الفيديو اللي بعده غد البصر للرجالة المحترمة ان ما انت في وسط وحوش كلمة دي لله وجاية بعد فكر الكلمة دي لله حياةك غالية عليكي اخرجي من بيك وقفة لما اتفصلة ولا بانطلون ولا شعره ولا شعره على الخدود ليه هيشوفك اللريقه بيجري وما معهوش حيتباحك يا انا خليه يتباحك فيه بعد اخر للحجاب ليس فقط بعدا دينيا وانما هو بعد خبرة بالمجتمع اللي حوالين اللي عايز الهفهف والمقمط هبتدي من الاخر الهفهف والمقمط ده على فكرة هو بيكلم بيكلم عن الست مش واحد لابس مقمط لا اللي بيكلم عن الست الشعر اللي بيهفهف والمقمط يعني اللبس الدايق المحزن اوكي الحاجة اللي اسعدتني بقى في الفيديو ده انه قال غض البصر لرجالة المحترمة عندك حق في دي غالبا اول مرة هوافق مع الرجل ده على حاجة غض البصر للرجالة المحترمة بس للأسف انه في نفس الوقت قال انه كل رجالة مصر وحوش وقال لهم اللي ريقوا بيجري اللي ريقهم بيجري دول حيوانات مش بني قدمين ما عندهمش سيطرة على مشاعرهم ولا على يعني انسانيتهم يعني الغريزة اللي بتحركك اوي كده لدرجة انك تخرج عن انسانيتك تبقى غريزة حيوانية مش انسانية لكن الشيء الطبيعي اللي في الانسان والانسانة العاديين اذا كان اذا تطلعهم للعلاقة الجنسية ولا العلاقة الانسانية او ده بتبقى حاجات طبيعية منضبطة في الشخصيات المنضبطة بس فعلا المجتمع كله بقى وحوش ليه لانك قعدت تسمع حديث بيقولك ان النبي بص الوحدة فقام اشتهاء فقام رحم جامع مراته وقال لهم اذا حصل كده اعملوا كده اصل الفرج واحد هو واحد وعندك شيخ بيقولك ان الستات اللي مش متغطيين وان الستات اللي لو مراتك مش متغطية ومش محجبة تبقى انت ما تضمنش ان يكون ابنك ده ابنك منها شيوخ ربه ربه كتير من الناس خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده يهفف عشان مين يشوفه يا بنت والمقمت عشان مين يشوفه يا بنت عشان مين يشوفه محترم اتخرج وتوذب وعمل باط وقدر على فرشه وقدر على مصاريفه مقمت ومحزق في بيئة مبتعك نرش حفظي على روحك خافي على عمرك اخرجي من البيت وانت عارفة خرج على مين مش خرج على حد مديرن متحدر يعني في لغة الحدارة لا حواليك كلاب مرة تانية تقال على كل الرجال كلاب انت خرج حواليك كلاب انا مش باجمع بقى يعني هو مش هيجمع يعني بس انت قلت ايه انه مجتمع 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 مصر عمر وما كان كل كلاب انت اللي عملت كده في الناس انت اللي غيرت افكار الناس بالشكل ده انت اللي خليت الراجل يحس انه عنده سلطان يقول انت بتاعتي انت بتاعتي دي ايه والبت تتكسب بقى كده تبقى فرحانة انت بتاعتي لا لو راجل بيقول المنفصلة اللي تستقيم امام الله مش امام جوزك بوست افكار الناس لما تقول لما تقول الحديث اللي بتقول لك ان المرأة اسيرة وانها عوانة عندكم وانها مش عارف ايه وتبطبو عليها والقوارير والكلام ده كله بوست افكار الشباب بنات و رجال وبعدين يقول لك ايه انا ما اتكلم عنها انا ما اقول انا اعزيت وقلت ربنا يرحمها من 99 مرة بس هو بيكلم مين هنا انت خرج بالمهاف هفلي ايه بت انت عايز مين يشوف ايه بت دي عميد ايه ده كليات ايه اللي بتطلع ايه الازهر كل الاشكال دي مل ازهر ويقول لها افة نظرية الافة اللي بتخرج من الامخاخ اللي مليان شويلة دي على رأي الاستاذة نهادة ابو القمصان البسوا هنت مكانش عمر ستات مصر ولا العلم العربي معظمه كانوا بيلبسوا قفف كانوا اخر شياكة واحسن موضة واحسن اخلاق في الوقت ده بص الاتهامات بقى المباشرة الفيديو اللي جاي ده بقى فيه اتهامات مباشرة نعمل مشاكل قبل كده مع البنت ما سح اللي نشروا على صفحته مقصوصها ده في علاقة انا ايه واحدة تعمل صداكة هاكون قوه اعلوي ده عيال بتصدق قال لا وحشتني وقيتل انت كمان يباد طول الليل ما ينامش اه وهي بالنسبة لها يكون بالأمون كلمة عادية لأ تكير بقى كل امرأة وكل فتاة وانت خرجة من بيتك البيس اوسع ما عندك لغاية لما تشتري الواسع تخلصي من كل ضيق وغطي نفسك استجابة لربك القائل يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوقاتكم داري سؤتك داري عورتك هيامك اللي هتشوفك هيشوفك اللي مسك سكينة يا قوعي يجيبك قدام الجامعة في الشارع حد يقول لي بقى انه ما كانش بيتكلم على نيارة الراجل ده عندما يحاكم هذا الرجل لازم يتاخد المقاطع دي من الفيديو علشان يحاكم عليها لانه سبوا قصف على البنت دي غير انه سبوا قصف على الشعب المصري كله ستات مصر كله وتحريض على القتل لكل ست مش محجبة بقى مسيحية سوح بقى السيحة اللي انت فاكر انها مثلا الناس ده مصري وسهلة يقولك ده ده المقرارات السهلة تروح تقولك لأ تقولها طب ولأ ليه طب ما هو يلا دبا سكين ايه ده الاسلام علمكم انكم ترتكزوا على غرائزكم واللي انتوا عايزين تشبعوا بالفم والعين والمشاعر الاخرى بس لكن ليس للقلب والفكر والانسانية والبناء الانساني علاقة خالص في الفيديو ده اتكلم عن انه ليه البنات يبقى معهم تليفونات فيها كاميرا شيلوا التليفون ده ما فيش غير تليفون صغير كده تقول لماما انا جاي في السكة يا ماما انا وصلت يا ماما عارفين من اللي بيعمل كده الطلبان يلاقي بنت عندها تليفون في انترنت ياخد ويكسر البنات ممكن تخرج بتليفون صغير ما يكونش في انترنت القفة في دماغكم انتو القفة في دماغكم انتو خلينا نشوف المتميزة الاستاذة في الفيديو اللي جاي نهادة برقمصة بلاغ الى النائب العام في المدعو مبروك عطية فالمدعو مبروك عطية بيرتكب عدد من الجرائم واحد تعطيل الدستور والقانون لانه اذا كانت البنات والستات هي المسؤولة عن حماية نفسها وانها لازم تلبس خيمة علشان المجرمين المطلؤين في الشوارع فده لا في دستور في البلد ولا في قانون اتنين تحريض على العنف اللي مش هتلبس الخيمة اللي حضرته بيقول عليها تستحق اللي يحصل لها بما فيها القتل تلاتة ان دي جرائم انترنت تبقى اللي جرائم الاتصالات والانترنت اربعة احنا بنتكلم على اشاعة الارهاب في المجتمع المصري بنخوف كل البنات والستات خمسة السيد المدعو مبروك عطية بقى لو عايز الخيمة يروح يعيش فيها احنا مش هنلبس خيم ومش هنعيش في خيم علشان الدولة المصرية دولة قانون تحية وتقدير ومحبة للأستاذة يعني ذات القلب الطيب والعقل الناصح الناضج يعني الحقيقة انا مش هتكلم على الاتهامات اللي حتتحط في البلاغ ده لكن انا عايز اقولك يا استاذة لو سمحتي خدي الاستاذ عبدالله رشدي في النص كمان لانه من نفس النوعية هذا الرجل يجب انه تقدم فيه بلاغات زي ما بيتقدم فيه مبروك عطية وبشكرك على وقوفك الى جانب المرأة المصرية المقهورة اللي متاخد حقها واللي متاكل حقها مع رجال بهذا الشكل انا عندي امل انه رجالة مصر تعود الى ايام الرجالة الرقية المثقفة العاقلة عندي امل عندي امل مش مش نبقى كل شوية نقول يا تتحجب يا نقتلك يا 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 تلبسي يا نعمل فيكي يا ما تسريش ذكوراتي والكلام ده كل بصوا بقى على الصورة اللي جاية دي عبدالله رجدي عمل فيديو اسمه باي زنب قتلت ورح محجبها وقال لنا في وسط الفيديو مين اللي قال كده والبنت بيتعملش فيها كده وده مش من الدين وده مش مش عارف ايه وبعدين بص السلايد اللي بعد كده انا عندي نظرية انه العمل الصورة البنت دي بغير ارادتها يا يا ده اجرام ده اجرام هي مختارتش انها تتحجب بتحجبوها ليه بتحجبوها ليه انو ليه انا عندي نظرية بقى ان دول اتباع عبدالله رجدي فتدولوا بقى الصورة عشان تبقى يعني شكلها افضل عشان قصوه مقدرش يحط صورة ست وما انت بتكلم ستات واتعاكس شوفوا بقى المصيبة يعني بعد كده الصورة اللي بعد كده رحوا محجبينها بقى في كل حت اخدوا الصورة دي ورحوا حطينها دي من قرية مش عارف ايه بتعزي ومش عارف ايه وحطينها على صورة جامعة مكان ما البنت تقتلت مين قال لكم انها كانت عايزة يبقى صورتها كده هي ما كانتش لو كانت حبة كانت عملت كده واحدة كانت عايزة تبقى عرضة ازياء انتو ملكوا بقى هتهو هي دي النظرة للبنت او الست اللي تحترم من نظركوا انها تكون محجبة عندي كلام كتير اقولوا في الحتة دي يعني انتو حية او ميتة عايزين تخنقوها شوف السلايد اللي بعد كده اللي يخص بقى عبدالله رجدي اللي هو الرجل زو الوجهين خليني اقرالكم طلع علينا بعد الفيديو اللي عمله دي بقى وبعد الهجوم على مبروك عطية فيعني ده بقى التورية اللي بيعملها دي يقولك ايه قال شخص ناصح يا جماعة لتترجوا اطفالكم في الشارع كي لا يخطفوا فرد عليه شخص خارق الزكاء بالتريق علينا ايه ده انت بتبرر خطف الاطفال انت اكيد بتبرر خطف الاطفال انت بتبرر الخطف فاجاب الناصح التحذير من المجرمين شيء وتبرير الجريمة للمجرمين شيء اخر ويبدو انك لا تفهم الفرق بين الاثنين ادوات التعامل مع هؤلاء الشيخ كل ما يفتحوا بقهم لازم يكون فيه اهانة للكل يتعاملوا مع الجميع على انه هم هم يعني الافهم والاوعى والاكتر فكرا والاكتر مش عارف ايه واحنا كلنا بقر سامحوني يعني يعني اللي عايز يبقى بقرة ويدبع الناس دي يكمل وراه شوف بقى الناس ردت عليه قالوا له سبحان الله امال انت متخطبتش ليه بالطريقة وعليه عجبتني دي بحطتها وبعدين التعبير الافضل اللي انا يعني الحقيقة شفته وقلت انه ده مناسب جدا لهذا الشخص كتاب المقدس بيتكلم على الشخص اللي بيتكلم من جهتين من نفس الطريقة في نفس الوقت يقولك انت بتتكلم من النحيتين من بقك يعني بتتكلم ليك وجهين في الكلام هو ده بقى اللي بيقوله عليه الدابل سبيتش اللي بيقوله عليه اللي هو الكلام المزدوج كلامه مزدوج وافكاره لا يمكن يتخلى عنها مش كده لانه تركيزه واحد مهمته واحدة الاسلام وفقت والسيطرة على افكار هؤلاء من الامور المرعبة اللي حصلت في الوقت ده انه التعليقات على فيديوهات مبروك عطية كلها كانت ناس منصرة لأفكاره ولما قال انا هعتزل لا هتسيبنا وتروح فين مش عارف ايه فانا عندي تساؤل خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده عايز اعرض لكم تويتا حطها الاستاذ خالد منتصر في تويتا دي الاستاذ خالد منتصر بيقول فتحلى محمد فتحلى محمد بقى ده الاستاذ في كلية الزراعة بيقول ايه بيقول الفتاة المقتولة في المنصورة جانية ومجني عليها والقاتل جاني ومجني عليه ماذا لو التزمت الفتاة بتعليم الاسلام وارتدت الحجاب او النقاب هل كانت ستثير الغرائز ايمان كتلابسة برضو اثارت حاجة مش كده وتعرض نفسها للأذى وتعرض طبعا الولد للأذى ويقول لك يا ايه النبي قل لأزواجك وبناتك وبنات المؤمنين ان يدنين عليهم من جلالبهم والكلام كله بتاع الاحزاب خمسة وتسعين ماذا لو كان الشاب قد علم بدينه هل كان ينظر ويتيم عشقا ام ام يغض بصره اذكر حضراتكم انه في ايام عمر الخطاب كانوا بيقولوا كده انه المسلمين كانوا بيتسافدون تسافد الحمر يعني كانوا بيمرسوا العلاقات الجنسية المفتوحة كده في هذا الوقت ومن بعدها وفي الخلافة وتشوفوا بقى كل التاريخ الاسلامي في الحب والعشق والغرام والجماع والكلام ده كله ما جبناش ده من عندنا كتب موجود فيها الكلام ده فدينا كلام يغير شيء بس انا سؤالي مين الاقوى خالد منتصر ومن يناصره في قول الحق والانتصار للدولة المدنية وحقوق الانسان وكده ام فتح الله محمد مين الاقوى السؤال ده مهم مجتمعاتنا فيها ناس كتير زي خالد منتصر ولا فيها ناس كتير زي فتح الله محمد دول اللي يجب اننا نقف امامهم يجي الكلمة الاخيرة في دور النساء النهاردة الازمة اللي احنا فيها دي مش هيغيرها غير النساء زي ما دايما النساء غيروا تاريخهم بأديهم وحياتهم بأديهم وغيروا تاريخ بلدهم بأديهم انا بقولك النهاردة الستة اللي مش عايزة تلبس حجاب تقلع الحجاب ونواجه المجتمع واللي يجي جنبك واجهيه عينك في عينه والامن اللي ما يرداش انه يقوم بدوره في حمايتك لازم تقفي قصاده وتقولي له حق الدستوري وتعليها وتكبريها وتجيبي محاميين وتستعيني ب مراكز حماية المرأة وتقومي بكل دور وتعلي صوتك علشان تقدري تغيري المجتمع ده ليكي والبناتك مش تستخبي وتحجبي البنات اوعي تستخبي وتحجبي البنات الخوف يكتم الروح يقفل الروح لكن الحرية في معرفة الله الحقيقي تغيرك وتعطيكي شجاعة الله اداكي الحق ده لكن اللي بيتبعه الفكر الإسلامي بيتبعه فكر إله هذا الظهر الشرير اللي يعمل أزهان بدل ما يفتح الأزهان اللي اللي يطمس على القلوب ويخليكو تخطئه اللي يضر ويقهر ويتجبر ويكيد ويكذب صفاته أسميه أعماله اللي يسبب انك تخطئه عشان يدخلك النار ده الشيطان لكن الله يريد أن تكون لك حياة وحياة أفضل وينصرك في أنك تطلبي بحقك في هذه الحياة من فترة بسيطة بنتي شافت حد محتاج مساعدة فاتصلت بالأمن وقالت لهم أنتو محتاجين تروحوا تشوفوا الولد ده أو تشوفوا احتياجاته إيه مش عايزة أقول تفاصيل المهم فقالولها أوكي وما رحوش بعد نص ساعة تصل التاني قالت لو ما شفتش زابط بوليس قدام بيت الشخص ده في خمس دقائق أنا حتصل برئيس الأمن خمس دقائق كانوا قدام الباب ليه؟ لأن بنتي كانت عارفة حقوقها القانونية وحقوق هذا الشخص القانونية أعرفي حقك طالبي بحقك صح عايزيني بقى عندك دستور نفذوا الدستور زابط الأمن اللي ما يسمعش كلامك وانت رايحة محتاجة أنك تخدي مساعدة عالي الأمر قضي هو نفسه لحد ما مصر تتغير لحد ما أفكارنا تتغير بصلي أن الله يسوع المسيح يغير قلوبكم النهاردة ويعرفك يا بنتي ويا أختي ويا أمي أنه الخوف مش منه الخوف من الشيطان الله لا يستخدم الخوف في أنه يقصر قلبك ولكن يستخدم الحب في أنه يقصر قلبك الكتاب المقدس بيقول لنا أنه الله محبة لكنه أيضا مقصد وعادل ورحيم وبيقول عن نفسه كده أنا قادي الأرامل اللي ملوش حد له ربنا بس مش ربنا بتاع الإسلام هو بس يسوع المسيح اللي يستطيع أن يغير حياتك اليوم أنا بشكركم بصلي أن الله يغير الأمور ويعطي شفاء ويعطي رحمة لرجالة والستات كلنا محتاجين رحمة الله وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة